موسيقى جاذبية الأسعار والمكررات تحلق بالمؤشر أكثر من 1% موسيقى وأسعار النفط تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في الفترة الأخيرة من برنامج أموال ومسارات وإلى إغلاق السوق السعودي بالتالي مؤشر التسريف في بداية الجلسة كان هناك تراجعات لكن ما لبث أن ارتفع وصعد وتخطى حاجز مستوى 6071 نحن نتحدث عن ارتفاعات بواحد وثماني وخمسين من المائة في المائة أربعة وتسعين نقطة من الارتفاعات بعد تراجعات شهدناها يوم الخميس وتراجعات كانت أسبوعية بشكل عام بأربعة في المائة وصلنا إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر لكن عدنا نحو الصعود وهذه والارتفاعات لكن قيم التداول ما زالت ضعيفة مليارين وخمسمائة واثنين مليون ريال في ظل أداء إيجابي للسوق السعودية وإذا تمت المقارنة بآخر جلسة تداول يوم الخميس كانت ثلاث مليارات حتى ثلاث مليارات تعتبر أيضا ضعيفة وأحجام التداول مائة وثلاثة وخمسين مليون وخمسمائة ألف ساهم أسعار النفط بشكل عام أغلقت يوم الجمعة على ارتفاعات طفيفة لكن خسائر حادة باثنين في المئة عقبة التصريحات وترقب لاجتماع بين منتجي سواء من داخل أوبيك وخارج أوبيك على همش منتدى الطاقة في الجزائر لاحظنا أيضا هناك كان تعليق لرئيس الاحتياط الفدرالي حول رفع أسعار فائدة التي لم تشر إلى أي موعد محدد لرفع أسعار الفائدة لكن تحدثت أن هناك في تشديد للسياسة النقدية وسيتم رفع أسعار فائدة خلال هذا العام وبالتالي كان هناك أيضا استقرار لعدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية التي ساعدت إلى دعم وارتفاعات يعني ساهمت في دفع أسعار النفط خلال الجلسة نحو الارتفاع بعد ثماني أسابيع متتالية كانت بارتفاع في عدد المنصات مشاهدين دعونا نقل نظر الآن على القطاعات بالتالي قطاع البيترو كيميكل ارتفاعات بواحد في المئة أداء إيجابي على قطاع البيترو كيميكل حتى سابق السهم الذي يتداول دون أحقية الأرباح وشهدنا تراجعات في هذه الجلسة عادة ليستقر وأيضا مصارف وخدمات المالية التي شهدت ضعف وضغطت على المؤشر خلال الجلسات الماضية لكن نشاهد القطاع المصارف يعود إلى الارتفاع وارتفاعات بقوة بواحد في المئة لاحظوا الارتفاعات باثنين في المئة الطاقة أداء ملفت نشاهده من بداية هذا العام قطاع الطاقة أداء إيجابي وارتفاعات بأكثر بأربعة وثماني عشر في المئة ارتفاعات قوية تدعم هذه الارتفاع الصعام السعودية للكهرباء وبالتالي باقي القطاعات الأخرى نوقي نظرة على القطاعات بالتالي الزراعة واحد واربعة عشر في المئة الاستثمار صناعي واحد وسبعة عشر في المئة جميع القطاعات مرتفعة بمكاسب بالتالي إلى القائمة الثالثة من القطاعات أيضا أتت على مكاسب تالي تشييد والبناء بأكثر من اثنين في المئة التطوير العقاري تحقق أيضا مكاسب بأكثر من واحد في المئة بالتالي نوقي نظرة على القياديات في السوق بالتالي مصرف الراشحي واحد وثماني عشر في المئة ارتفاعات قوية لهذا السهم بالتالي شهدنا يوم الخميس تراجعات على سهم الراشحي بثلين وخمسة عشر في المئة سابق متراجع بثلاثة عشر في المئة يعود للتراجعات لأنه عم يدول دون أحقية الأرباح بتوزيعات بنسبة عشرين في المئة البنك الأهلي عاستقرار مجموعة السامبة لاحظوا الارتفاعات بواحد في المئة الشركة السعودية الكهرباء لاحظوا الأداء الملفت على الشركة السعودية الكهرباء بدون أي أخبار بالتالي السهم يرتفع بأكثر من خمسة في المئة وبالتالي لا يوجد أي خبر عن الشركة السعودية للكهرباء بالتالي نوقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق بالتالي لدينا السعودية للخدمات الصناعية تسعة وسبعة عشر في المئة الخضري بارتفاعات قوية تجاوز الثماني في المئة بالتالي الخضري لها خبرين أدى إلى تلك الارتفاعات تفوز بمشروع لتنفيذ صيانة شبكات المياه وملحقات تابع لعقد مع وزارة المياه بقيمة تسعة وستين مليون ريال خلال فترة ستة وثلاثين شهرة وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي خلال ربع الثالث من عام الفين وستة عشر والخبر الثاني عن الخضري أنها تجدد تسهيلات أو تحصل على تسهيلات بنكية إسلامية لتشديد تسهيلات قائمة مع مجموعة سامبل مالية بقيمة 132 مليون ريال هذه التسهيلات تهدف إلى توفيل ديزام ضامي وتحويل احتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة ولأهداف أعمال الشركة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ولاحظوا هذا التفاعل الإيجابي من شركة الخضري وسهم شركة الخضري بارتفاعات بـ 8% إعمال مدينة الاقتصادية ارتفاع 5% الرياض للتعمير ارتفاع 7% نوقي نظر على الأسهم الأكثر تراجع في السوق بالتالي دل العربي تأميد تعاوني 18% جبل عمر للتطوير 14% أيضا كنا سمعنا أخبار عن شركة جبل عمر بأنها وقعت مذكر تفاهم لبيع وإعادة استئجار أصول عقارية مع شركة الإنماء للاستثمار وقالت أن الأثر المالي لهذا البيع سيظهر خلال الربع الثاني لعام 1438 للهجرة بعد تأسيس الصندوق واستكمال عملية الاستحواذ على الأصول من شركة الإنماء للاستثمار فهذه التراجعات ربما كان في بداية تجهزة كانت التراجعات أقوى على شركة جبل عمر عمر لقين قلص هذه الخسائر بـ 14% كما ذكرنا سابق لأنها تداول دون أحقية الأرباح فهي بـ 13% كانت التراجعات أكبر لكن في ظل هذه الإيجابية في ظل إيجابية المؤشر التاسي شاهدنا أن الأسهم تقلص خسائرها وبالتالي سابق هو من قلص خسائره إلى 13% من التراجعات مشاهدينا هذا بالنسبة لأداء وإغلاق السوق السعودي في جسد اليوم في أول جسد تداول لهذا الأسبوع وننتقل إلى فاصل ثم نعود إليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالتالي ما هي الاسباب التي ادت الى هذا الارتفاع مرحبا بك ومشاهدين ومشاهدات السعودية ما في شك انا اعتقد انه عملية ارتداد اليوم له مسببات يعني ما هناك ارتداد او انخفاض له مسببات سواء كانت اصفادية او جو سياسي او اي مسببات نتيجة للشركات يمكن من اهم المسببات الحقيقة تصريح معالي وزير الطاقة والنغط بعملية ادراف او التوقع انها تكون شركة ارامكو في 2018 وهذا ما في شك يعطي المستفرين نوع من التحق يعني هذا السبب الذي اعطى ايجابية يعني رغم انه سابق كانت يعني متداول دون احقية الارباح لكن عادة السهم اللي يتراجع تراجعات جدا طفيفة يعني ثلاثة اعشار في المئة لا عملية الاعلان هو نفسي اكثر يعني هو نوع من الثقة لكن لا يعني انه الوحيد انما اذا نظرنا لعوامل اخرى مثلا اقتصادية سنجد انه المترول لازال محافظ على سعر معين وهو الارباح 47-48 وهذا جيد زي ما تكرمت بعض الشركات طبعا وخاصة سابق لديها استحقاق دائما لما يكون السهم لديها استحقاق يكون فيه هناك خصف من القيمة بالاضافة الى استمرار الحقيقة الاسبوعين الماضيين عملية الانخفاضات هذه اعطت الى فرصة جيدة لمن ينتظر فرص في اسواق المال واسواق المال تعتمد على الاشخاص الذين يكون فرص السالحة والمخاطرة العالية وبالتالي ترى عبدالوار ماذا عن مكررات الربحية يعني بالتالي يعني مكررات الربحية برأيك هل اصبحت مغرية للدخول فعلا الى السوق السعودي ما بشكل اعتقد ان مكررات الربحية الموجودة الان في السوق لو اخذناها مقارنة ب2006 او حتى 2010 او بداية العام هذا سنجد انها مكررات جيدة لانه مكررات الربحية ماذا يعني مكررات الربحية معناه انه اصبح لديك سعر يتلاب مع ما تحققه الشركة من ارباح وخسائر واحنا نظرنا في النصف الاول انه كثير من الشركات حققت ارباح جيدة والبعض طبعا سعر وبالتالي هذا العكس على المكررات الربحية القفاضات كذلك لا تأثير مع علاقة مكررات الربحية نعم فنعم كما تكرمت هذه احد العوامل المالية وهذا التحليل المالي المهم طيب يعني هل يعني مع قيم تداولات ضعيفة نحن نتحدث تقريبا عن مليارين و300 مليون حتى جلسة يوم الخميس كانت ثلاث مليارات عموما السيولة ضعيفة يعني اليوم عم نشاهد ارتفاعات في السوق لكن ما زالت السيولة ضعيفة يعني كيف تنظر الى الارتفاعات مع هذه السيولة هل لديك اي نظرة حذرة تجاه السوق السعودي الواقع هميك يعني ملاحظة جيدة الملاحظة هذه طبعا نتيجة لعملية الخفاضة السيولة طبعا احنا شاهدنا الخفاضة السيولة في الفترة السابقة وفي الثلاثة الأسابيع كان نتيجة طبعا الخفاضة السيولة او ما يسمى بكتلة السيولة في الاقتصاد ككل الخفاضة السيولة اليوم طبعا ليس له علاقة بالارتفاع التي تحققها الارتفاع كما لاحظت هو نتيجة لعملية ضيبات كارنتي مغريات السعر السعر هنا اللي تحكم وبالتالي السيولة توجهت الى اجهة معينة ذات قيمة عالية فهذه القيمة لا تعطي حجم السيولة عالي فإذا هنا نعم كانت توجه هو حركة سوقية بحثة حركة متداولة حتى توجه الى اقتراض الفرص وليس حركة سيولة طب الى ما تعذر ارتفاع سهم السعودية الكهرباء يعني ارتفاعات قوية بنسبة 5 في المئة عموما اداء يعني قطاع الطاقة اداء ايجابي اذا ما تمت المقارنة مع المؤشر نعم ما هو ما هي الاسباب التي دفعت سهم السعودية لهذه الارتفاعات بهذه القوة يعني هو في المجمل جميع القطاعات على ارتفاع والاسهم اليوم اداءها جدا ايجابي حتى قطاع الاتصالات يعني كل اسهم القطاع الاتصالات لأسهم على ارتفاع لك السعودية للكهرباء 5 في المئة من دون وجود اي اخبار شايف الواقع بما تكرر فيها السهم دائما يتأثر بالخبر وبالتالي احنا نقول اشتري اذا عرفت الخبر وفي خلال اعلانه وليس بعد اعلانه لان تمها مفعول هذا الخبر فيما يتعلق سيمكن لاحظ شركة الخضرية ارتفعت حوالي 9 في المئة لكن في وجود اخبار نعم في وجود اخبار الكهرباء اول حاجة يجب ان ننظر ونعامل سامة الكهرباء وعامل تختلف عن معاملة الاسهم المتدخل ولماذا اقول هذا لان سامة الكهرباء هو مضمون العوائد وبالتالي هو يشبه السند ويشبه السعب فهو ياخذ ميزتين ثم ان التغيرات الاخيرة في ارتفاع ما يحصل من الكهرباء خاصة للشركات او حتى لاصحاب السروات واصحاب الاستهلاك الأكبر فهذا ادى طبعا الى دخل للشركة فهذا عامل اخر وهذا عامل بعيد المدى وله تأثير اكثر حتى من الخبر الخبر قد يكون تأثيره او مفعوله لفترة محددة لكن النظرة المحددة او التدفقات النقذية تاخذ نظرة اطول فاذا نعم لكن لا اعتقد انه يذهب هذا السهم السهم هذا محدد بعوامل ما يسمى بالفندمنت الاساسية وهي اكثر تحديد من عملية حركة الاخبار طيب دكتور عبدالله اذا تحدثنا عن القطاع المصرفي يعني القطاع المصرفي شاهد اداء ضعيف خلال الفترة السابقة ورغم انه النتائج كانت لا بأس بها بالتالي يوم يعود الى الارتفاع عموما تأليقك على القطاع المصرفي في هذه الفترة القطاع المصرفي الحقيقة يواجه عدة مشاكل اقتصادية يعني او دعينا نقول عدة اثار اقتصادية من اهم هذه الاثار اول حاجة سعر الفائدة او ما يسمى السايبر وهو عملية التبادل بين البنوكة وان طريق مواسسة النقذ هذا واحد الشيء الاخر يتوقع الفدرالي الامريكي ان يتم اعلان زيادة سعر الفائدة على الدوران والاقتصاد السعودي والعملة السعودية مرتبطة بالدولار وهذا عام الاخر حجم السيولة اعتقد حجم السيولة اصبحت في القطاع بنك ضعيفة لان اصبحت القروض والتسليلات او المحافظ عالية جدا بينما الدخل من الودايا ضعيف فاذا انت يجب ان توازن في جميع هذه العوامل فهذه العوامل سنعكس في الاخر على عملية النتائج المالية وبالتالي يتوقع ان تكون نتائج المالية ضعيفة نتيجة لهذه العوامل دكتور عبدالله بعشن المحلل الاقتصادي ديفي من باريس شكرا جزيلا لك نشاهدين انتقل الى فاصل قصير ونعود اليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعدت السوق السعودية للارتفاع باكثر من واحد في المائة مدعومة بنخفاض مكرر الارباح على السوق لاخلي مستوى منذ خمسة اعوام عند 11.7 وهو اقل من مكررات مؤشر مورغان ستالي للأسواق الناشئة الذي يقف عند مستويات 12.5 مكرر كما ان تماسك اسعار النفط حول مستويات 50 دولار كان له اثر بدعم الارتفاعات التي يقودها قطاع البيترو كيمويات حيث يتوقع ان تحقق رتائج افضل في الربع الثالث الحالي بادائها التشغيلي والمالي الا ان احجام السيولة ما زالت عند مستويات منخفضة وسط مبالغة بالحذر والترقب من المستثمرين وتنتظر السوق المالية السعودية ان يبدأ تفعيل الانظمة والتعليمات الجديدة للاستثمار الاجنب المباشر من الخارج والتي سيبدأ العمل بها في الرابع من سبتمبر القادم حيث خففت الشروط بما يساعد على جذب شريحة واسعة من المستثمرين الاجانب للسوق بعد خفض شروط الاصول المدارة من قبلها من خمس مليارات دولار الى مليار دولار ورفع نسب التملك بالاوراق المالية المدرجة الى عشرة في المئة يعتزم مجلس الشورى مناقشة مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية الى خمسة آلاف ريال شهريا وحسب ما أورد الصحيفة عكاث فإن هذا المقترح يدف إلى توفير مصدر الدخل للمشترك بعد تقاعده يتقارم مع دخله الحقيقي أثناء العمل وفقا لمعلومات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن الحد الأدنى للاشتراك يبلغ في فرع المعاشات 1500 ريال وفي فرع الأخطاء المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات 400 ريال تعتزم وزارة الإسكان اطلق برنامج للدخار السكني قريبا والذي يستهدف إلى تمكين المواطن من امتلاك وحدة سكنية بمبلغ مليون واربعين ألف ريال بحد أقصى ذلك حسب ما نقلته صحيفة الجزيرة وبيّنت الصحيفة أن مشروع لائحة الاندمام لبرنامج الادخار السكني حدد أربعة شرائح أو أربع شرائح للمستفيدين من البرنامج بحسب مبلغ الادخار الشهري الذي يتوزع على 300 و 500 و 1000 و 2000 ريال وأوضحت الصحيفة أنه من بين شروط الحصول على منحة البرنامج الانتظام في البرنامج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية دكتور انفرج الحكباني قرارا يجيز منح المنشآت حديثة التأسيس والراغبة في التوسع الاستفادة من خدمات الوزارة من خلال دفع مقابل مالي نظير النقاط المطلوبة في نطاقات لدحسين موقعها في نطاقات والحصول على خدمات الوزارة وذلك مواكبة لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر وتحقيقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة ودعما للمنشآت حديثة التأسيس والراغبة في التوسع ألقى وزير الطاقة وصناعة وثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الكلمة الرئيسية في مؤتمر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد اليوم الخميس الثاني والعشرين ذو القعدة 1437 للهجرة الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2016 في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعنوان فرص التوطين والابتكار والشراكة من أجل التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية وحضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود سفير المملكة في الولايات المتحدة وصاحب السمو الأمير التركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار سعيد جدا أن نشارك في هذا اللقاء بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية مجلس الأعمال السعودي الأمريكي هذا اللقاء يعتبر استمرار لسلسلة من اللقاءات التي بدأت بين رجال الأعمال من الطرفين مع إطلاق رؤية المملكة عشرين وثلاثين والتي تتلاها برنامج التحول الوطني وطبعا وصلت إلى ذروتها من ناحية النقاش ووتيرة الحديث وتقوية الشراكات خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال شهر رمضان والتي استمرت حوالي أسبوعين وزار خلالها عدة مدن أمريكية في ساحلها الشرقي والغربي كشفت البيانات الأولية لدى الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات الغير نفطية خلال شهر يونيو 2016 تراجعت إلى نحو 14 مليار و300 مليون ريال بنسبة انقفاض قدره 10% مقارنة بشهر يونيو من عام 2015 بالمقارنة بشهر مايو من نفس العام فقد سجلت الصادرات الغير بترولية لشهر يونيو الماضي انقفاضا بنحو مليار و400 مليون ريال وجاء تراجع صادرات المملكة الغير بترولية خلال شهر يونيو الماضي بسبب تراجع صادراتها من منتجات الصناعات الكيموية وما يتصل بها بقيمة مليار و300 مليون ريال بالإضافة إلى تراجع اللداء والمطاط ومصنوعاتها بنحو 503 مليون ريال تبدأ اسمنت القرى اليوم التشغيل التجريبي لخط إنتاج في مصنع الاسمنت بدون إنتاج ولمدة شهر وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي على نتائجها بعد بدء المبيعات مشيرة إلى أنه من الصعب قياس الأثر المالي نظرا لارتباطه بالطلب والعرض في سوق الاسمنت نظرا على أداء السهم في جلسة اليوم بالتالي السهم اليوم على ارتفاعات بأكثر من 3% ارتفاعات قوية على سهم اسمنت أم القرى بـ 18 ريال و75 هللة أعلن شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري عن حصول على تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي لتجديد تسهيلات قائمة مع مجموعة سامبا المالية بقيمة 132 مليون ريال وأشارت الشركة في بيان لها على تداول إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى توفير التزام ضامن وتمويل احتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام بما يتوافق نظم التمويل الإسلامي بالتالي نلقي نظرة على السهم السهم كما ذكرنا حقق ارتفاعات قوية بـ 8.15% عند 10 ريال و75 هللة في جزء 6 اليوم أعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية عن بدء التشغيل لوحدة تكسير لقيم المختلط لصدارة بتاريخ 28 من أغسطس 2016 وقالت شركة في بيان لها على تداول أنه سيتم استخدام سبعة أفران منها لتكسير غاز الإيثان في حين سيتم استخدام الأفران الخمسة المتبقية لتكسير النافثة السائل وسيكون لثلاثة من الأفران الخمسة المخصصة لتكسير النافثة السائل القدرة على معالجة المواد الأولية الغازية والسائلة بنوعها وستكون وحدة تكسير لقيم المختلط قادرة على إنتاج 1500 كيلو طن سنوية من الإيثلين وإنتاج 400 كيلو طن سنويا من البروبيلين أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو عبي خلال افتتاح مؤتمر توكيو الدولي السادس لتنمية إفريقية في العاصمة الكينية بتمويل استثمارات لمشروعات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية في إفريقيا بقيمة 30 مليار دولار تعهدت اليابان لزعماء أفارقة بتقديم استثمارات بقيمة 30 مليار دولار تدخل تمويل مشروعات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية لنحو 10 ملايين شخص على مدار ثلاث سنوات تبدأ من العام الجاري جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الوزراء الياباني شينزو عبي خلال افتتاح مؤتمر توكيو الدولي السادس للتنمية الأفريقية في العاصمة الكينية عندما دمج القطاع الخاص أتوقع أن المبلغ الإجمالي سيكون 30 مليار دولار وهذا هو الاستثمار الذي لديه الثقة في مستقبل إفريقيا استثمار لكل من اليابان وإفريقيا للنمو معا وكانت اليابان في آخر مؤتمر عقد في 2013 قد تعهدت بتقديم 32 مليار دولار لأفريقيا على مدار خمس سنوات ومنذ فترة طويلة تحرس اليابان الفقيرة في الموارد على الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة في أفريقيا وتزاد هذا الاهتمام منذ زاد اعتمادها على واردات النفط والغاز الطبيعية بعد الكارثة النووية في فوكوشيما عام 2011 وإغلاق معظم المفاعلات النووية في اليابان وآب الذي انتهج دبلوماسية عدائية منذ توليه منصبه في ديسمبر 2012 دعا أيضا لضم أفريقيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعلن كذلك أن مؤتمر التنمية سيعقد كل ثلاث سنوات بدلا من خمسة وهذه المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر خارج اليابان ويحضره خمسة وثلاثون من زعماء الدول فضل عن وفود ورجال أعمال يصل عددهم إلى عشرة ألاف من اليابان والمنطقة الأفريقية وبلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية المباشرة في أفريقيا 1.24 مليار دولار في العام الماضي انخفاضا من مليار ونصف مليار دولار في 2014 وفقا لبيانات منظمة التجارة الخارجية اليابانية في المقابل بلغت استثمارات منافستها الصين في غنية الاستوائية الغنية بالنفط ملياري دولار في شهر أبريل 2015 نهاية النشرة مشاهدين شكرا لك بالمتابعة وإلى اللقاء